السلام عليكم عشر أخطاء شاعة عنده مصورين الطيور عن نفسي طحت بالأخطاء هذه أكثر من مرة وممكن الأخطاء هذه تكون عنده مصورين بالمحاور الثانية خلوكم معي أنا نادر فهد 1- ضياع الأهداف العشوائية بتحديد طبيعة الرحلة ومدتها والعشوائية باختيار المكان المناسب وعدم تحديد الطيور المهمة من غيرها 2- التجهيز الناقص للأدوات 3- الشحن الضعيف للبطاريات ونسيان الذاكرة 3- الاستمرار بدون مراجعة 4- لما تتفاجأ بطير مميز تنسى نفسك وتصور وتصور من غير ناحشيك على الصور 5- بعدين تكون المفاجأة 6- يا كوكي 6- لا أمي 7- لا تلعب بالكاميرا 7- تفرج على الصور 8- حبيبي رح لأبوك قلهم برات الهلال بدت 7- هيا يا كوكي 4- الصورة المهزوزة 5- الشتر البطيء حلو إذا كان ببالك فكرة وموشن غير كذا راح تكون صورك مهزوزة مهزوزة يعني للطير تقريبا 6 عيون 5- الصورة المعزولة 5- فتحة العدس الواسعة إيه نعم تعطيك عزل حلو لكن العزل أحيانا يشمل هدفك 6- البحث الغير جاد يمكن يكون الهدف بيت تجاه يمين نيسار فوق 7- الجاهزية المتأخرة أسوأ شيء ممكن تتخيله إن الطير يكون قدامك والكاميرا بعيدة عنك أو إنك تسكر أغراضك وإنت للحين ما وصلت البيت 8- لا أشعار لا ماء لا غذاء ما نقايل تموت بسرعة لكن مصيرك تبتموت 9- عدم التحلي بالصبر ساعات طويلة أيام وأحيانا ليالي مسافات وقارات والكثير من خيبات الأمل 10- الضربة القاضية بعد كل هالمشوار حرام تختار صورة غلط لا وتعدلها تعديل دمار وبكذا وصلنا نهاية الفيديو أتمنى استمتعته واستفدته لايك إذا عجبك المقطع ولا تنسى الاشتراك بالقناة نادر فهد أتمنى زيارة موقعي www.nadrfahed.com المتابعتك الجديد شكرا لكم إلى اللقاء